لو شفت الفيديو ده في نشرات الأخبار اعرف انك في نهاية العالم سنة 1980 خرج الملياردير تيت تيرنر مؤسس قناة الـ CNN وقال ان القناة هتبتدي أول بث مباشر لها في 1 يونيو والبث ده هيفضل شغال من غير انقطاع لحد نهاية العالم وفعلا من يومها الـ CNN شغال 24 ساعة بث مباشر كل يوم من غير انقطاع لمدة 42 سنة لكن تيت تيرنر كان عارف ان العالم هينته علشان كده في سنة 1990 عمل فيديو سري للغاية هيتم بثه في نهاية العالم لكن في 2005 موظف تحت التدريب في الـ CNN ويعفق ده بالغلط الفيديو ده وتم تسريبه والفيديو مكتوب فيه احنا مش هنقدر نتحمل مشاكل الأقمر الصناعية لحد نهاية العالم وهنقوم بتخطية نهاية العالم على الهواء مباشرة وسيكون هذا اخر حدث لنا وفي نهاية الفيديو حطين مقطوعة موسيقية وهي نفس الموسيقى اللي كانت بتتعزف على سفينة التايتانيك وهي بتغرق موسيقى